في الفيديو ده احنا هنتكلم عن الليدر او الليدر. الليدر احنا عارفين ان هو بيجيب كل بوينت حوالية على بعد كام مني. طبعا الليدر ده هيبقى موجود في العربية بحيث ان هو يجيب كل بوينت حوالين العربية على بعد كام منها. طبعا هو الليدر اللي موجود هنا برضو له مجموعة خصائص. هو عبارة عن سنسور زي اي سنسور. بنزله جوا قرلة. هنشوف الخصائص بتاعته وازاي نتحكم بها. زي ما انت شايف كده نفس السطور دي متقررة قبل كده. آآ طبعا ده دي السطور اللي هي بتنزل العربية بتكون نكت على قرلة وتنزل العربية في المكان اللي احنا عارفينه. تعالا نخليها خمسة وشرعين اتباع في نفس المكان اللي احنا متعودين عليه. بعد كده زي ما قولنا عشان ننزل اي سنسور موجود وقرلة بنكتب آآ بلو برينت لايبراري دوت فايند بلو برينت لايبراري اللي احنا جايبيننا فوق بالشكل ده كده. دوت فايند وبنحط هنا البلو برينت ري كاست بالشكل ده كده. فانا كده معي اللي در بلو برينت. طيب عايزين نزبط آآ الاتريبيوتز بتاعته. طبعا ليه شوية خصاص اللي هي مثلا زي ايه? زي اللي تشانلز. اللي تشانلز هي عدد اشعة اللي اللي هتخرج من اللي در. آآ هنا هي اثنين وثلاثين باي ديفولت يعني. آآ عدد البوينتز في الثانية اللي هيخدها اللي در كام. مثلا احنا هنا خلينا ميت الف هي بتاعها تقريبا ستة وخمسين الف يعني بيدور كام دورة في الثانية. فاحنا هنا مخلينا عشرة يعني عشر دورات في الثانية. في حاجة اسمها واللوور فيلد فيو. الوور فيلد فيو هي اقصى زاوية هيشوف هيشوف فيها اللي در لفوق واللوور فيلد فيو اقصى زاوية هيشوفها لتحت. يعني مسلا تعالى نشوف كده على البنت يعني بسرعة كده هتلاقي ان لو انت معاك ده عبارة عن الليدر بالشكل ده كده كده مثلا اه المفروض لو ده السنتر بتاعك اللي هو الصفر يعني فده الزاوية دي كده دي اسمها بالشكل ده كده انما اه اقصى زاوية لتحت هنا كده دي اسمها اللورفيلدتوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوف ولا lower. ده دي الزاوية الافقية. اللي هو المفروض هيشوف كام. اه حوالي لو هو 2D مش 3D ولا حاجة. لو هو 2D ليدر. المفروض ان هو بيجيب النقط اللي على نفس الارتفاع بتاعه. طب بيجيب النقط اللي على نفس الارتفاع بتاعه اللي في الوش بس. ولا اللي في الظهر. ولا اللي على يمين. ولا اللي على الشمال. فنعايز اعرف زاويته كام. هو طبعا بيجيب كله. يعني بيجيب تلتمية وستين درجة اللي حواليه كلهم. فعلشان كده هنا مخلينه تلتمية وستين عشان يجيب اللي حواليه كلهم. الرنج بتاع الليدر مخلينه ميت متر. ده كده الرنج بتاع الليدر اللي هو اقصى بعد هيقدر يجيبه الليدر يعني. طبعا بعد ما زبطنا الخصائص بتاع البلو برينت بتاعتنا. نحدد المكان اللي هينزل فيها. فعشان كده حددنا الترانسفورم. نفس الترانسفورم بتاع المرة اللي فاتت بتاع الكاميرا يعني. هنعمل سبون للليدر وهنعمله للفيكل. فعملنا سبون للبلو برينت بتاع الليدر في الترانسفورم. وهنعمل لها اليمين للفيكل. كده انا معي السنسور ده هو ده الليدر. دلوقتي نقدر نعمل بالشكل ده. وتستدعي فانكشن معينة اللي هي مسلا اسمها الليدر داتا اللي احنا هنتكلم عنها فوق. آآ كل ما الليدر آآ طول ما هو شغال كل ما هو بيجيب بوينت جديدة طبعا آآ بيستدعي الفانكشن دي. طبعا هو الخارج بتاعه بوينت آآ كلاود يعني آآ المجموعة السحابية يعني من البوينت ده الخارج بتاع الليدر ده. البوينت كلاود دي احنا باممرارها دي عشان نعرف كل ان البوينت دي على بعض كان مني. فعلشان كده دي هتلاقي ان احنا عمل النا هنا فوق بندخل لها اباунд دي دي وكل ابواينت كلاود احنا هنلوب عليهم. وهنلوب على بحس ان هاعرف كل على بعد كان مني. فاعتبر ان انا شغال بوينت كلاود دي عبارة عن مجموعة بوينتس في المرة الواحدة اللي يدر بيجيبهم كل ما يلقوا طلق طيب جيبلي مجموعة بوينتس طيب اللي هم ميت ألف بوينت يعني الميت ألف بوينت دول انا هلوب عليهم بفور لوب عشان اعرف كل بوينت منهم موجودة على بعد كان مني فيعتبر دي تيكشن دي اكناها زي بوينت كده فهعمل بقى هعمل برينت للديستانس هي عبارة عن ايه عبارة عن جزر الاكس تربيع احداث الاكس تربيع زايد احداث الواي تربيع زايد احداث الزد تربيع ده كده مين ده كده المسافة ما بين البوينت وما بين الليدر اللي هو متسبت على العربية فاحداث الاكس ده ريلاتف للليدر احداث الواي برضو ريلاتف للليدر احداث الزد ريلاتف برضو للليدر فعلشان كده انا عايز اجيب بقى المسافة ما بين البوينت للعربية بشكل مباشر فهنقوم إلينا جزر الـ X تربيع زائد الـ Y تربيع زائد الزد تربيع بالشكل ده كده عشان كده استدعينا مكتبت الماسفو عشان نستدعي منها SQRT اللي هي الجزر التربيعي بالشكل ده كده فكده هيعرف لي كل بوينت موجود على بعد كام مني تعال نشغل كده ونشوف هيحصل لو جينا هنا نشغل كارلا تمام تعال نشغل كل سل كده دي طبعا هتنزل العربية وتعمل لي الـ Blueprint نرن الـ Function دي نرن الكلام ده هتلاقي اللي هيحصل ان هو عمال يقرأ Points اللي ضر عمال يقرأ Points زي ما انت شايف كده بيقرأ الـ Point بالمسافة بتاعتها Distance بتاعتها دي كل Point Distance بتاعتها دي طبعا العدد كبير لحد ما هتلاقي ان الـ Kernel اللي عندك هنا علق يعني لان العدد كبير تعال نوقف كارلا طبعا انا استفدت ايه بقى من الكلام ده هل فعلا في الحقيقة اللي بيحصل ان انا بجيب Distance بالشكل ده بتاع كل Point حوالية بقول اربعة متر مثلا بالشكل ده كده بتاع Point تانية بتلاقي خمسة متر هل انا بستفيد حاجة بالارقام دي لا الاستفادة بتكون عن طريق ان الليدر والكاميرا اللي اتنين بيبقوا متركبين على العربية واللي بيحصل ان انا ببقى عايز اوقع الـ Points بتاع الليدر على الصورة اللي خددتها الكاميرا بحيث اعرف الـ Points دي هتتوقع على الصورة فاعرف كل Object على بعد كان مني بالظبط من خلال لون الـ Points اللي بتتحط على الصورة وده هنشوفه في الفيديو اللي بعد الجاي ولكن الموضوع ده مهم اللي كان مهم النهاردة ان انا بس سوريك ازاي تزبط الخصائص بتاع الليدر واني فيه حاجة اسمها الليدر وازاي بتجيب المسافة والمسافة دي بتيجي relative للليدر كده الحاجات الاساسية بس بتاع الليدر ومن الفيديو اللي بعد الجاي ان شاء الله هنشوف فيها ازاي بندمج الصورة مع قراءات الليدر بحيث ان احنا نحصل على السنسور فيوجن بحيث ان ده يقدر يفيدنا في موديلات الاي اي اي اللي احنا هنعمل لها تريم الفيديو الجاي هنشوف حاجة مهمة مفيدة اللي هي الـ Synchronous Mood ده بيزبط حكاية الـ Synchronization ما بين السنسورز وبعضها في العربية يعني او في الـ Simulation علشان ما يبقاش فيه لاج معينة نتيجة ان انا مثلا الـ Resources بتاعي اللاب بتاعي قليلة مش مشغلة كارلة بشكل كويس فده بيحلل الموضوع ده